مرة ناس انفرضوا بيه وقالوا حاجة واحنا انفرضنا بيه وكان لنا وجهة نظر ابو ريدا يجدد الاتفاق مع شركة الملابس عارفين طبعا عقد رعاية اتحاد الكورة او شركة الملابس طبعا انا مش قادر اقول اسم الشركة الرقم كان كبير جدا 8 مليون يورو او 9 مليون يورو وبعدين كان فيه قنوات فضائية طلعت قالت خبر ان العقد الشركة شركة الملابس لغت العقد وراح العقد على اتحاد الكورة وابتدى يحصل تصادم تصادم كبير جدا الحقيقة والعقد ب17 مش ب7 انا اسف يعني رئيس تحيير المواحي واردة بالوقت قال لي 17 مليون يورو رقم كبير جدا وعضاء مجلس ادارة مجموعة منهم كانوا بيتخانوا على العقد ورفضينه ودلوقتي كله بيجري عليه سبحان الله يعني سبحان الله اما تمشي الحاجة من ايدنا اه العقد اي نعم على 7 سنين بس 17 مليون يورو اما الحاجة تبقى قريبة من ايدنا نقول مش عايزينها تجري نجري عليها عشان نجيبها سبحان الله بس كلام كبير جدا اتقال وكل الناس اكدت ان العقد تلغى ولكن احنا داخل الملاعب اليوم الكابتن حاسم امام كان ليه وجهة نظر وقال ان العقد ده لسه ما تلغاش ولسه زي ما بيقوله كده الكرة في الملعب اه المهانس هانيا بوليدا بيؤكد ان الكرة في الملعب مهانس هانيا بوليدا كان بيحضر لقاء الدور النهائي لبطولة كأسهم من افريقية وقعد الحياة مع مايكل رايل نائب رئيس شركة الملابس وكابتن هاني وعده ان هو يجيب موافقة الجمعية العمومية ويقعب مع الناس ويخلص العقد يعني اصبح ان خلمنا دائما زي ما احنا متعودين في الملعب اليوم هو المظبوط العقد لسه الكرة في الملعب هانيا بوليدا ماسك الكرت ده الناس بقى بتقولك هانيا بوليدا ماسك الكرت ده علشان يدعم الاتحاد عشان بيحب مصر عشان عايز الميجيا تولى مجلس ادارة او اتحاد الكرة يبقى فيه فلوس بغض النظر يجي هانيا بوليدا يجي محمود مع احتفاظنا للالقاب طبعا كابتن هاني وكابتن سامير او اي حد يجي تولى الاتحاد يتولى منظومة محترمة فيه فلوس فلازم العقد ده يخلص علشان مصلحة مصر خبر المعانا بقى من السعودية والمشاركة الاولى تكلف عبد الربو عشرة آلاء